جال الفتح قد جاءوا جبابرة الجبال صلاع النضال توشحوا بكفية الياسر فكل طفل يولد في نفائر تعسكروا 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 تقدموا تقدموا وكل عرض تحتكم سلزلوا وعنونوا في صفوفكم شبيبتنا ولا تستسلموا تقدموا يا أبناء طول كرم الجبارة يا أبناء جنينقرات يا أبناء نابلس المعطاء يا أبناء قلقية الصمود فنحن كبار بوحدتنا فنحن كبار بوحدتنا بهمتنا بعزيمتنا فها قد نادانا الوطن فواجب علينا أن نلب اللداء بسم الله وبسم الوطن بسم الله وبسم الوطن وبسم الشبيبة لأنها فتح وأم الثورة وأم ثابت والكرمي ودلال المغربي نستهل حروف القصيدة على عهد الوثور شبيبتنا عزيمتنا كرامة الثوار خضوري رفعنا رايتنا وقتلتنا ما تنهار حلفنا قسم اليمين أن عيش صغور متحر حلفنا قسم اليمين أن عيش صغور متحر بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إن عرضنا الأمنة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جؤولا صدق الله العظيم بسم الفتح نبدأ وبسم العاصفة التي لا تنتهي وعلى دماء الشهداء لأن الأبرار نسير ومن أهاتي جرحانا وأسرانا نستمت القوة والعزم وعلى روح الشهداء العظام الشهيد القائد ياثر العظام والشهيد القائد أحمد ياسين والشهيد القائد أبو علي مصطفى والشهيد القائد عمر القاسم وعلى أروحهم جميعا نقرأ سورة الفتحة نتكلم عن انتخابات جامعة بيرزي من هنا نقول لإخوتنا في الكتلة الإسلامية مبارك فوزكم فهو خيار الطلبة الذي تحرمونه وهو خيار الطلبة الذي تحترمه الشبيبة وسنكون عونا وسندا لكم في ميدان الدفاع عن حقوق الطلبة فلتسمعون جيدا من حقكم أن تستثمنوا الفوز ولكن أن تفكروا أيضا في التراجع من حقنا أن نذكركم بحق إخوتكم في غزة بممارسة الحق النقابي والانتخابي مبارك للشبيبة هذا الخطاب المتقدم حيث حصلت على الثانية انتخابيا والأولى وطنية لا للقرن هنا صفقة ولا للاحتلال هنا بقاء القدس لنا ولنا كل الأنحاء القدس لنا من هذا التراب نحن ومن هذا الله في القدس في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها الكل مروا من هنا فالقدس تقبل من أدها كافرا أو مؤمنة فامرر بها واقرأ شواهدها بكل لغات أهل العر من هنا من أرض خطوري جامعة العلم المقاوم إننا نعلنها أن القدس عاصمة دولة فلسطين العابية شام الشا وبام نابا فمن وكل فمن وكل هذا المحتوث بتوزيع العواصم ومن أعطاه الحق في إصدار المراسم هي أردنا هي قدسنا هي درة العواصم نترككم مع مصرحية هادفة باللغة الإنجليزية كتائب شهد الأقصر كل منا سامق واسمعنا صوت صاصت انقلقت على عادونات اسمعنا صوت صاصت انقلقت على عادونات لا أجلك يا بلادي هي 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 نسلو 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 ع الشوارع كتائب شهد الأقصر مرحبا يا سيد عبدالله مرحبا ماذا تريد؟ جوز؟ مرحب جوز؟ جزر؟ لا 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 مرحب جزر مرحب جوز؟ مرحب جوز؟ شكرا مرحب جوز؟ ما حدث مع توصيبي ، ما الذي أخبرك لك مرحب أباس؟ مرحبا مرحب أباس لقد تقلت لأنه سيكون من المساعد هذا حديث وينيه وعليهم لا أعتقد أننا لدينا من يمتلك انا لنجد لتجهزة لسالك عباس لا تفهم الناس فالسلسانية تجربة عن المساعدة التي يجعلها لا أعتقد أننا يمكننا التحديد لهم لا تفهم اوه اوه واشت باسم الشبيبة جعناكم نقول لكم أهلاً 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 أنرتم دربكم بعد أن غبتم وأن يوكلتمون أن نخوض لوحدنا مدافعين عن حقوق الطلبة فقوتنا في وحدتنا فسلام على إخوتنا فغايتنا أن نحي الأرض ونبني الدولة والإنسان وثورتنا مهما طار الزمان أو قصر سدى قصر نعم إخوة الطلبة كنا نحن في الميدان حملنا عباء المرحلة وحققنا الإنجازة والأنجاز وصلنا الليلة بالنهار لا نقول أننا نملك الكمال فالكمال لله وحده ولكننا حاولنا واستهدنا واستطعنا تحقيق ما نصبوا إليه وما يرضي ضمائرنا خدمتكم كان هدفنا فكان عام الإبداع والإنجاز عام من العمل التراكمي وها هي إنجازاتنا تتحدث عندنا ونعيدكم إخوة الطلبة أن يبقى نشاطنا على نفس الوتيرة وأن نتابع تنفيذ الاتفاق مع إدارة الجامعة وتحديدا إنجاز إنجاز لتثبيت حقوقكم إخوة الطلبة سننجز المجمع الطلابي وتجهيز مسجد الطالبات ومقر مجلس الطالبات وكذلك استمرار تثبيت سعر الرسوم الدراسية وزيادة موارد صندوق الطالب المحتاج وتجهيز القاعات الأخوة الطلبة لقد عشنا وإياكم في هذه الجامعة كل الأوقات حاولنا استخدام كل الحقوق النقابية لتثبيت حقوقكم تمردنا على الأصدقاء من أجل مصلحتكم فكان إنجازنا الأخير المتمثل بالاتفاق الذي يقر مع وزارة التربية والتعليم وإدارة الجامعة والذي أنجزه بتكاتف الجميع إلا من ارتضوا لأنفسهم أن يغردوا خارج السر فغابوا العامة والعام وحضروا لموقف ضد حقوق الطلبة لا لشيء إنما لأهدافهم الحزبية فاستخدموا كل منصاتهم من أجل مهاجمة حركة الشبيبة ولكن هايها فهيها فكان الضفاف الطلبة حول مجلسهم أكبر رد عليهم وكما قال الشاعر فإن دامت رحانا مع رحاهم فطحناهم وكنا طاحنين لو ترقى دوم في السامة والله لو تنخان بيوم الأرض يبقى متنع عليها فرصو لو تنخان لقد شاهدتموهم قبل قليل وبالأمس القريب وفي كل جامعات الوطن يعتلون المنابر ويعدون الخطابات ويهاجمون الكبير قبل الصغير يخونون القادة ويتحدثون هنا بكل حرية فبالله ما أعظمك يا فتح ما أعظمك يا فتح لا 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 بالعكس عشر سنوات من القهر والظلم عمروا خلابهم وبقبضة النية تحكم الجامعات ومن هنا من أرض خطوري نوجه رسالتنا إليكم إن الوطن واحد إن الوطن واحد ولتعلموا أن المؤسسات لا تخانبوا من الإشار وأن الجامعات في غزة يجب أن يعدى إليها حقوقها وحقوق طلبتها وأما الآن نترككم مع أحد قيادات حركة الشبيبة في جامعة الأزهر في غزة السلام عليكم من غزة الصمود السلام عليكم وكل السلام معطيب التحيات إليكم أبناء الشبيبة في جامعة خدوري بذلك تختبعا كثب الانتخابات التي تجري في جامعات الضفة الغربية والتي حرمنا منها الأكثر من 12 عام نتابعوا في قلوبنا غصة وألم لأننا نتمنى أن نعيش هذه الأجواء ونمارس هذه الحقوق أنا ابن غزة وأحد طلاب جامعاتها واي الغزة أضرى بشعابها خذوا عندكم ما هي غزة وماذا يجري فيها من حماس التي تكذب وتنظر عليكم بأوجاعنا بالكتلة التي تفتشد بحماس غزة أن حماس حرمتنا من أبسط حقوقنا داخل الجامعات حماس سمع كل نقطور من ممارس العمل النقابي والطلاب داخل الجامعات من أجل خدمة الطالبة حماس هذه تقمع احتجاجات طلاب وجميعكم شاهدون على ما حدث داخل جامعة الأظهر قبل شهر من الآن حيث كان هناك اعتصام للطلبة داخل الجامعة وتدخلت أجهزة حماس وفضت هذه الاعتصامات بالقوة واعتدت على الطلات وهذا الأمر أدى إلى صابت الكثير مع الطلبة وإدخالهم إلى المشافي إلى غير ذلك حماس في غزة من تسلب الحريات تقمع الحرارة وتزج بها في زجوه وهذا ما كان قبل عدة أيام حيث كان هناك حملة اعتقالات ومنهم اعتقال أميس في الحركة الفتح في شمال قطاع غزة والاعتداء عليه بشكل همجي وخطفه لمدة يومين منذ 12 عام حماس لم تسمح لنا ممارس حقنا الديمغراطي كما يحدث اليوم في جامحات الضفة بشكل منقظم نعم لم تسمح لنا بإجراء الانتخابات وانتخاب من يمثلنا في مجالس الجامعات ومن هنا ندعو جميع قلابنا لاختيار من يوفر لكم حق الاختيار ومن يرعى شواء القلاب دون تمييز أو منة منهم الأوضاع في قطاع غزة مأساوية مثل الحكم حماس الذي نزال مستمرة منذ 12 عاما الأوضاع فقط كل التصورات أوضاع مأساوية جدا الزياد نسبة الفقر في قطاع غزة والزياد نسبة البطار والزياد أعداد الخارجين العاطلين على العمل إلى غير ذلك تكميم الأفواه والقمع والسلوب الترهيب والاعتقال والخطر ولا تستغربوا بعد هذه المكالمة أن نكون مخصوصين أو في سجونهم لأنهم لا يريدون تشفى الحقائق نعم غزة اليوم تعاني منذ 11 عام وهؤلاء للأسف كل دعوة المطالحة لم يلبوها ولم يكونوا شركاء يوم من الأيام في بناء هذا الوطن لذلك رسالتنا من جامعات قطاع غزة ومن طلبة قطاع غزة أن انتخبوا كتلة الشهيد ياسر عرفات لأنها هي التي دائما تقف مع الطالب وتصون حقوقه داخل الجامعات غزة الانتخابات فيها محظورة ومرفوضة منذ 10 عام وحتى يومنا هذا الانتخابات لا تتم ولا تسير بسبب تعنت حماس وتفرضها بسياسة الحكم على الأرض الواقع في قطاع غزة هذه هي مجمع الأوضاع لدينا في قطاع غزة ومن هنا دعواتنا لكل إخوانا الطلبة وهذه رسالة الطلبة من جامعات قطاع غزة أن انتخبوا حركة الشباب الفتحوية اليوم غزة تعيش أوضاع مأساوية صعبة للغاية ولا يتصور أحد وبالتالي رسالتنا إليكم من أخوة قدل الشهد يصير عرفان وهذه رسالة جميع طلاب جامعات قطاع غزة لكم كل تحيات إخوانا الطلبة وإن شاء الله منصورون ولا تهتموا للشعارات الرنانة والذين يستخدمون الشعارات باسم الدين والذين يستخدمونها شماعة لكي يصلوا لهم الخاصة كل الاحترام والتغطير لكم وربنا يوفقكم ويطبعكم جميعا وتحيات غزة القلبية وكل كلها فايلكم لكن الله يا غزة لكن الله يا غزة والنرى إنزالا لإنجازاتنا على مدار العام أر العام أر العام أر العام أر العام شوعة والمضحك أنها عادت باسم كتلة الوفاء الإسلامية فعن أي وفاء تتحدثون وعن أي أخلاق تتكلمون فالمؤمن لا يكذب إلا أنتم تكذبون وتكذبون كذبتم حين قلتم لن نشارك بالانتخابات إلا بعد إقرار التمثيل النسبي وأنتم تشاركون به كذبتم حين مجدتم ياسر عرفات في مجلتكم لأغراض انتخابية وأنتم دستم تاريخ وصورة ياسر عرفات ودنستم بيته في غزة فرقتم بين الأسرة والشهداء وكان الرد عليكم من جنينقرات من الأحمدين من أبناء الجرار هذا أحمد الفنح وذاك أحمد الخسام توحدوا في الموجهة كذبتم حين تحدثتم عن التنصيق إلى النيل وأنتم تقفون حراس لمنع إطلاق السواريخ كذبتم حينما تحدثتم عن منعكم من الأنشطة وأنتم لا تقدمون الأنشطة إلا قبل الانتخابات كذبتم حين تحدثتم وهاجمتم تعطيل الدوام من قبل المجلس لمدة أربعة أيام أما مجلسكم فقد عطر الدوام في بيرزيز لمدة أربعين يوم شو هناك حلال وها الحرام كان الأولى أن تسموا أنفسكم قتلة الجذابي أو قتلة الانخلابي أما الآن فنتلقكم مع مصرحية هادفة اليوم الانتخابات راحت على ينومي وما لحق صوت الفجر حتى على الانتخابات ما نزلتش خلينا نشوف الشباب أكيد نزلوا انتخبوا ألو نزلت انتخبات بخصوص هاي الكصة شوف علي يا صاحب صحيح هنا من أول ما فتت الجامعة وإحنا أصحابه حبايب بس الواحد يحكي لي لي ولي عليه الجماعة ما قصروش معي كل مشكلة كانت تتواجهني كان يمشي معي خطوة بخطوة ففي مثل هي الكصص صديقي بدك تسامحني باي صل خطف وجهها خلنا نشوف سهر شو صار معا أكيد هاد نزل الانتخب منو فينا لأنو ألو سهر على عداي خلوش صار معاك تزلت انتخبات أه انتخبت طب أكيد انتخبتنا صاح بصراحة يا صاحبة بدي أحكي لك إياها آخر مشكلة صارة بكيتوا أنتوا بواد والطالب بواد ثاني طب بديك تعذرني طب خلينا أشرح لك شوي استنى طب شو في كلهم بصول الخطف وجهي شايف انت خلينا نشوف آخر واحد شو صار معا سلامات ألو أخوي شو صار معاك تزلت انتخبات ولك بس اه كار بيت تعال تعايزمع تعالزمع شو فيه عيدة حبيبي شوكوليد نزلتوا انتخبتونا ولك ما اسخرة ما اسخرة طب اسمع عزمع عمرك حدا سمعت قطار من كبال شو كطار اسمع صوت الكطار عمي مالهم هدول شوفي بعرفني عشان عشان هستنى انتخبات ليلنا حدا في الساحة اصلا احنا بنعمل شي شي نطلع الكرار في غزة يروح ينتبه في غزة مالهم على الكسة احنا اصلا طلع اذا الساحة صفرة ولك شوفي مالهم متعين ما نحكي له اصلا والله يا صاحب يش اكلوا ما اكل هوى بيمش بيمش اخوي يلهم خمس سنين نايمين وعص صحي يعني بتاخدش اذا ما شامل شوي هيك انك مش شايف وضعنا في الساحة انت مش عارف شو هي الجامعة وشو هي خضورة روح يسأل عنها سمع اصوي خضورة بعدين تعال كلي انت في غيبتك هاي شو كدمت للطلاب يا ظلم احنا عبينا الجامعة نشطات اه لو شو قلنا مش باكير في الجامعة احنا بهم مش انسى كل النشطات وخلينا في اخر نشاط ها تحكي لي شو اخر نشاط اذكرني كنت ناس انه نشرب كل الطلاب عصير طبعا صور عصق كله ولا نسيري بس روح مرة طاحي 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 ولك احنا من اجلك طول الجزارات طول شو شو جسار شو تكو بتعملوا في الجسار ولك احنا من اجلك بطلنا من انا نشرب عصير الجزار من اليوم وطالع بأسكر شو دو نحكي لهم هدول هالس تعال تعال امسك هالجزارات بس كيفا من طلب ما فيه ضدمان بعيدا عن الانتخابات وكل هاي الكصص والمشاكل هاي بس ياخي سؤال شخصي حابب اعرف جوابه فضلا الندوة اللي كنتم بتعملوها هاي خلف الجزار الحب شو كصتها ياخي يا حبيبي شو عرفوا فيها هاي يزال ما بعد بعد اصلا هاي سياسة احنا بنسادف فيها كل الطلاب شو بفهمكم انتو قلتلي اه يا حبيبي شو مع الجزار كمان ما خلاش كف الجزار بط برد قدال ياخي اسمع اذا انت بتدور عن رخص في نشاطاتك وبدك تماشي الطلاب بعصير ياخي خد هذا الظرف خد شو هان هذا الظرف الزبيب اثنين ثلاث زي يوم تنعف الجامعة نعيح شو ما نحكي لهم هسا ظلكم ايبش ومصاري بعدين روحوا شو صحالكم لا ثن ولا ضمير انتو اخر ناس بتحكوا عن الدم والضمير يا اصحاب الدين والليحة روحوا شو سواتوا فنات الشميفة في الازهر مين ما تديدوا عليهم غيركم ياخواني ولكم التواسيس السحة يعملوها بعدين تعال كلي شو ما بتكون مش تترشح للانتخابات علشان الدستور وبدكون اياي يتغير طب اياي الدستور ما تتغيرك ولا مصاري غاز والازل وانويسل عشا شاورمو وبيتزا ومن ماشي الطالاب بعصير ياحبي يبي شو لهاذك هاي ومصاريحكم الشخصية WITHY شو دخل الطالب تعال كودوام عشان هاي مصالحنا الشخصية هلي اللي وقفت كل الطلاب وكل الهطر الطلابية انها تدافع عن حقوق الطالب فيها في الوقت نفسه اللي انت ما كنتش موجود فيه بالساحة كنت انت في واد والطلاب كل آياتهم والمجلس في واد خزينة بسيك خزينة وحطين نحن هاي الساحة وهاي خضوري من التلاكب الصندوق وخضوري صفرة وصفار عفاك يا كبار لقد جاؤوكم هؤلاء مراهنين على خلافاتكم جاؤوكم من اعدموا الحريات في غزة من اتهموا ياسر عرفات بالخيانة جاؤوكم من تهجموا على مروان البرغوثي في سجنه من اطفعوا نور بلادنا فهل ستفتحون لهم الباب فهل ستفتحون لهم الباب فوالله لقدسيناكم ولسنوات طويلة وأبيت منها ان تذكرون بانفسكم يا من تسمون انفسكم كتلة الوفاء الاسلامية ربما انتم اوفياء ولكن لمصالحكم فقط فعن اي وفاء تتحدثون وفاءكم لشام العروبة انتم انتهازيون انتم انتهازيون مشوار طويل من الكذب وتقلب المواقف نعم حيث مصالحكم يكون قراركم يا ويحكم يا ويحكم يا ويحكم برز السعلب يوما في لباس الوعظين يمشي في الارض يهدي ويسب الماكرين والان اسئلة ونترك لكم التعليق ونتحدى ان تجيبوا عنها نتحدى ان تجيبوا عليها رفضتم الكفاح المسلح في الخمسة وستون وامنتم به بعد ثلاثين عام رفضتم الانتخابات التشريعية بفتوى وعدتم بعد ثلاثين عام إليها بفتوى ربما من نفس المفتي حرقتم غزة وتتحدثون عن الانتصارات الوهمية تتحدثون عن التنفيق الأمني وتمنعون إطلاق السواريخ حب من طرف واحد تهكمتم على المقاومة الشعبية وعدتم إليها بعد ربع قرن في غزة تجمعون الأموال وتطالبون السلطة بدفع الرواتب على قاعدة اللي إلك إلك واللي إلي وإلك لا على قولتي المثل إذا قلنا لها اطبخي بتقولي مريضة وإذا قلنا لها تأكله اعطوني مالكة العريضة وقفتم متفرطين في هبة الأقصى وكذلك في هبة الأسرة قاطعتم المجلس الوطني بحجة أنه تحت حراب الاحتلال وشاركتم بانتخابات التشريعي رغم أنه تحت حراب الاحتلال أيضا الزحار يقول لا مصالح مع الجواسيس وأحمد يوسف لقد أخطعت يا زحار احضرنا على مين الرف ولكن أخبرونا أين وصل التحقيق في قضية عيمان طه أخبرونا عن الهبة التي تتحدث عنها إسرائيل لمدة 99 عام حضرت الحكومة الفلسطينية برئيسها لغاستكم قابلتموهم بالمتفجرات ثم قلتم هذه مسرحية مفبركة ثم قلتم هذه داعش ثم حاصرتم المنفذ وقتلتموه وثم قلتم مخابرات رام الله فيا جماعة تقوى الله مرادة حكومة والله مرادة حكومة عملها صرقتم من روح الشباب من شباب غزة روحهم ومن أطفالها صرقتم العيد والألعاب وحرقتم غزة لتنيروا بيوتكم في غزة يا سادة اعتدوا على المكلومين ولم يحترموا روضة أطفال أو بيتهم سنين في غزة يا سادة سرقوا من العروس فرحتها لا لشيء إلا لأغنية وطنية في غزة دمروا التاريخ والحاضر ويقامرون حتى في المستقبل في غزة يفن الكرام لن يدوم ظلمهم لن يدوم ظلمهم فإذا غزة سئلت بأي ذنب قتلت في غزة لن تبيعوا قرارنا ولن يحرر شيوخ الخليج أرضنا في غزة رجال عظماء أطفال أكبر من أعمارهم في غزة واجهوا الموت بأجسادهم خرجوا بإدارات ليحرقوا الارد ويلوثوا السماء ليقولوا كفى ظلما بأهل غزة كفى ظلما بأهل غزة قلبي قلبي على الولد المضي بهمه قلبي على الولد المضي بهمه تتكبد الدنيا ما شقة فهمي الشعر يشبه أن تعيش بغزة لا طفل يرجع مرتين لأمه لا طفل يرجع مرتين لأمه غزة أم غزة أم غزة أم تدور على أطفالها تحت لنقاض ومالقة منهم بقية وانتوا أمها حركتهم غزة حركتهم غزة ولم يبقى من غزة إلا جزة هاشة تنحن القامات إلى الباسلات الماجدات الرافعات رؤوسنا دوما فهذه آيات الأخرص تروي بدمها تراب فلسطين فترد عليها دلال المغربي آيات نسير على دربك بعون الله منتصرين وعهدنا يا عهد عهدنا يا عهد الدميمي ثبات في ثبات في ثبات لا لننقسر يا ستة البنات أما الآن مع أغنية دين مع فارزة الشبيبة بنت الكتب شاد زياد أغنية دليل خداني ديا اشتركوا في القناة 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 بدم الشهداء ومعاناة الاسرة وآهات الجرحة لنقسم لهم جميعا ان نحمي فلسطين وعاصمتها كدسنا وان نثبر اكثر فاكثر لخدمة طلبتنا العهد هو العهد العهد هو العهد والقسم هو القسم يا فرسان الشبيبة والان نعلك سوسامة سمير في قسم الشبيبة يا طوار الفاتح يا عنوان الفاتح يا سر يبع الله اكسم بالله العلي العظيم اكسم بالله العلي العظيم اكسم بالله العلي العظيم اكسم بشرفي ومقدداتي ان اكون مخلصا لفلسطين وان اعمل على تحريرها وأن أعمل على تحريرها بادلاً كل ما أملك هذا كسب حق والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد مع العلم أن الشاب كفيف شكراً لكتلة الشهيد أسر عرفاء